مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في قناتي من جديد في فيديو اليوم رح أحكي لكم إيش التطورات اللي صارت في حياتي وإيش المستجدات اللي صارت والغيبة هاي اللي غبتها الطويلة كتير تقريبا سانة كاملة إيش صويت إيش أنجزت إيش صار في حياتي الحمد لله متل ما كلكم عارفين أنا فتحت بزنس جديد مش لحالي أنا وصحبتي كنا شراكة فيه مرح أحكي لكم تفاصيل كتير عن البزنس لأنه مش من حقي أحكي لكم إيش مش أنا اللي عملته من الألف للياء لولا صافي صحبتي ما كنت قدرت أعملت ولا إيش فلازم تكون هي موجودة معي عشان إحنا تنتين نحكي لكم عن تجربتنا إن شاء الله تكون مفيدة لكم إذا حدا بديوا يعمل إيش شبيه باللي إحنا عملنا بس الحمد لله صار لنا فاتحين البزنس هلأ سنتين السنة الأولى كانت مجرد بس تجهيزات وترتيبات وكورسات دخلناها ويعني ترخيص أخذناها السنة اللي هي 2021 كانت هي السنة اللي اشتغلنا فيها مضبوط والحمد لله ربنا وفقنا وفتحها علينا الحمد لله بفضله إحنا يعني سمعتنا هلأ أحسن تقريباً موجود في منطقتنا هون في سبرايز الجو عشانه كتير حلو اليوم بجنن يعني شمس وبارد وشمس مع بعض فقررت إنه أعمل الفيديو هذا من الباكيار تبعتي ونستمتع بالشمس مع بعض الشغلة الجديدة اللي صارت جديدة في حياتنا في حيات عائلتي اللي هي وأنا لاحظت من التعليقات تبعونكم على الفيديو الأولان وأنا قلت أكيد رح تنتبهوا لها الشغلة هاي إنه كل بيسأل عن بنتي الكبيرة حنين لأنه لما فرجيت الهاوس تور الفيديو اللي قبل هذا على طول جولة في بيتي ذكرت إنه غرفة كينانا وغرفة كينانا وما حكيت عن حنين حنين تزوجت تخرجت الحمد لله من الهاي سكول ودخلت الجامعة خلصت سنة أولى بتدرس كازمتاليجي والحمد لله ناجحة كتير تزوجت وسعيدة جدا في حياتها وهي وزوجها يعني أحلى قبل وأنجح كابل وأكتر كابل أشوفهم صغار في السن حقيقي بس ناجحين ومصرين على إنه لا أنا ولا أهله لا زوجها لبنتي يساعدهم مش قابلين نساعدهم ولا إشي بالمرة وفعلا معتمدين على نفسهم وأنا مبهورة يعني بكابل صغير مثل هيك وعندهم إصرار وعندهم بلان ماشين عليه وناجحين جدا في حياتهم وفعلا فعلا متحملين المسئولية بشكل كبير والشغلة كمان اللي استجدت في السنة هاي اللي هي بداية السنة في تقريبا خمسة شهر واحد شريت بيت جديد عملت لكم الفيديو اللي فات جولة في البيت فرجيتكم إياه من يعني فرجيتكم إياه بالتفصيل البيت كله الحمد لله مستمتعين كتير مبسوطين كتير فيه مع إنه لسه ولا إشي من الأثاث وصل بس قاعدين على الأرض بس مكيفين الحمد لله البيت بيجنن كتير مبسوطين أنا وكنانا حنين كمان سكنت في شقة جديدة بتجنن رح أعملكم تور في شقة حنين إجت هي والداغ تبعها زارونا وبحط لكم فيديو كليبس بس استأذن من حنين إذا قبلت إنه أشارك الفيديوهات اللي هي كانت هي والكلب بتاعها بيلعبوا معنا في الباكيارد هاني مش قبلة تترك الجيران في حالهم سامع صوتهم ويعني تحكي مع الداغ سبعونهم بلغتهم الشغلة الكتير عن جد استغربت منها لأنه عمرها ما صارت معي هون بصراحة لما سكننا بيتنا الجديد الأربع جيران تبعوني اتنين اللي قدام واتنين اللي جنبي من هون ومن هون كل واحد فيهم على أيام مختلفة طبعا كل واحد فيهم إجا وجاب لي هدية واحد منهم جابوا لي كوكيز حدا منهم جابوا لي مطعم والتانيين جابوا لنا زي هما يعني من جنسية ما بدأوا لأنه سامعهم وما قاعدين جمزهم هما مكسيكنز فجابوا لي أكلة صينية تمالي عاملينها يعني الكل رحب بطريقته أول مرة أول مرة عن جد أسكن في بيت جديد والجيران يجوا ويقدم نفسهم ويعرفوني على نفسهم هاني ستاب هاني ويعرفوني على نفسهم ويجبوا لي هدية ويقولوا لي إذا بتحتاجي أي مساعدة إحنا موجودين فهي يعني شغلة جديدة وحلوة ومبسوطة أنا كتير مبسوطة بالبيت مبسوطة بالجيران أخلاقهم كتير عالية وناس رقيين عن جد الحمد لله لما غيرنا البيت بعدنا في نفس المنطقة ما غيرنا المنطقة فعشان هيك ما اضطريت أنه أغير مدرسة كنانا الحمد لله هاي شغلة كنت كتير يعني وأنا بدور على البيوت كل الناس اللي عندهم يعني أطفال وبيروحوا على المدارس هاي من أصعب الأشياء اللي هي يعني مثلا تلاقي بيت بتحبيه بس يكون بعيد عن مدرسة أولادك فأنا الحمد لله ضليتني في الديستركت وكينانا ضلتها في مدرستها فهذا من أحلى الأشياء اللي متوفرة كمان كانت إلي لما اخترت البيت هذا ومن التغييرات التغييرات الحلوة اللي اعملتها والحمد لله كتير مبسوطة بالنتيجة وهي يعني إشي صحي جدا اللي هو بديت أعمل الصيام المتقطع أكيد أنت مزعجين من صوت هاني استميشوا خلينا أسكتها بديت أعمل الصيام المتقطع من أول ما سكنت البيت الجديد هذا بتعرف كيف الواحد يعني لما يسكن في مكان جديد وبكون متحمس وبدي يعمل كل إشي حلو وصحي لصحته لشكله فالحمد لله بلشت أعمل الصيام المتقطع بصوم 16 ساعة بفطر 8 ساعات وكتير مبسوطة على النتيجة الحمد لله في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول صوموا تصحوا فهو فعلا أنا جربته ومش حارمة نفسي من أي إشي باكل كل الأكل اللي بحبه بعمل كيك بعمل أشياء بحبها الأكلات اللي بحبها لا حارمة نفسي لا من رز ولا من خبز ولا من المعجنات والأشياء اللي كلنا بنحبها والمكورونات طبعا بس كوني إني بمتنع عن الأكل تماما لمدة 16 ساعة وباكل لمدة 8 ساعات كل اللي نفسي فيه هذا مخليني أحس حالي أخفت بكتير وكل إشي يعني شعري الحمد لله ومشاء الله صار صحي صحي كتير بشكل ويعني إن شاء الله هاي هاي بدها حلقة لحالها رح أشارككم فيها بالضبط والساعات وكيف يعني أنا غيرت الساعات أكتر من مرة لحدات ما وصلت للساعات اللي ناسبتني بحيث أنه أنا صايمة بس في نفس الوقت مش حاسة أنه صايمة لأنه معظمهم هما بيروحوا في النوم ولما أصحب بقولكم بالضبط أنت بمتل عن الأكل أنت بقول لش أكل وهذه حلقة لحالها رح تكون هذا كان كل إشي عندي لليوم استنوني بفيديو جديد كل أسبوع رح أشارككم كل إشي أنتو بتحبوه مش رح أعدد لأنه تحمسوا استنوني في فيديوهات جديدة إذا بعدكم ما شتركتوا في القناة فليز اشتركوا في القناة حطيلي اللايك إذا أعجبكم الفيديو شاركوه مع أكتر عدد من الناس أنتو بتعرفوهم عشان تكبر القناة هاي وأقدم لكم كل إشي أنتو بتحبوهات جديدة أنا حنان ثابت بتمنى لكم دايماً وأبداً أحلى وأسعد الأوقات